القديس أنطونيوس الكبير المولد والنشأة ولد القديس أنطونيوس في قرية صغيرة في صعيد مصر تدعى كوما قرابة العام 250 ميلاديا كان أهله من أعيان البلد ذوي ثروة يعتد بها مسيحيين فنشأ على التقوى وكانت له أخت أصغر منه سنا أعتاد ملازمة البيت إلا للضرورة أو للخروج إلى الكنيسة ولم يشأ أن يحصل العلم الدنيوي تجنبا للخلطة بالناس لكنه كان يصغي جيدا لما يقرأ عليه ويحفظه في قلبه سلك في بساطة وامتاز بكونه رضيا وعف عن الملاذات لما توفي والده تأمل فيه وقال تبارك الله أليست هذه الجثة كاملة ولم يتغير منها شيء البتة سوى توقف هذا النفس الضعيف فأين هي همتك وعزيمتك وسطوتك العظيمة وجمعك للمال ثم أردفى إن كنت أنت قد خرجت بغير اختيارك فلا أعجبن من ذلك بل أعجب أنا من نفسي إن عملت مثل ما عملت أنت وقد ذكر القديس أثناسيوس الكبير أنه ترك العالم بعد وفاة أبيه بستة أشهر فيما ذكرت مصادر أخرى أنه ترك والده بغير دفن وخرج يهيم على وجهه مخلفا وراءه ما كان له من مال وأراض وخدم لسان حاله كان ها أنا أخرج من الدنيا بإرادتي كي لا يخرجوني مثل أبي رغما عني عمره يوم ذاك كان ثمانية عشر أو ربما عشرين ربيعا النصر النصر تعالى ksi النصر نحن نحن